احكي لي الأول أنت عندك كم سنة يا باشا؟ 31 ما شاء الله دي برضو من ضمن الحاجات اللي اتفرح نحن نشوف مؤلفين موسيقيين وهم يعني في سن صغيرة نوعيا لكن بيمتلكوا موهبة كبيرة جدا وكمان يبقى في ثقة في أن هم يقوموا بالتأليف الموسيقي لأعمال كبرى مش وراء الموسيقى بدأ معاك إمتى؟ سؤال صعب ده يعني هو بدأ معي غالبا من يوم ما وعيد عبدوني اللي هو أنا مش فاكر يوم قررت فيه أن أنا هبقى بتع موسيقى يعني هو أنا خلقته كذلك في يعني ما وعيش على يوم مثلا كان قدامي اختيارين مثلا هعمل كذا ولا كذا وقلت لأنا عايزة أمشي بسكة المزيقى هو أنا يعني كده منذ الطفولة خالص 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 يعني يمكن الموضوع بدأ في الأول خالص أنا عائلتي مش موسيقية خالص عائلتي أكاديمية جدا كلنا أساد الجامعة أو مهندسين شاء الله كده ولكن والدي كان بيسمع الموسيقى الكلاسيكية زي ما حدتك برد مستمع جيد فكنت دايما راعه الجامب وكده ولا إيه مثلا مشاغل بيتهوفن ولا بتاع هم بقى واخب منه الهدفونز اللي كان بيلبسها وقال له لا إنت هتسمعني وتشرح لي ده إيه اللي بيحصل ده كنت صغير جدا جدا يعني بس وكنت مولع بموضوع جدا وبعدين تلاقي الأطفال كلهم عندهم مثلا اللي هو السوبر هيروز بتاعنا وبتاعنا إحنا صغيرين سوبر مانو وبات مانو وبتاعنا بقى كان السوبر هيروز بتاعي عبدالوهاب بيتهوفن مودزرت بليغ فكانوا دون هم يعني هم الفيجرز أو الأشخاص اللي أنا بتطلع إليهم من يوم ما عويت عندهم يا أنا فده حب الموسيقى بالنسبة لك بدأ بسبب الوالد اللي بيسمع موسيقى مجرب بيسمع بس طيب لما بدأت تقول للوالد أنا هدرس موسيقى وهو رجل أكاديمي والعيلة أكاديميين قالك إيه؟ في الأول تحمسوا جدا قالوا زي هواية جميلة أنا قلت تقولي في الأول قالوا إزاي؟ لا بالعكس ما هو ما بحصل بالعكس أو في الأول تحمسوا جدا وقالوا إنه موضوع هواية لذيذة يعني بعدين مع الزمن بدأوا يحسوا إنه إيه ده الأدم وده مش مجرد هواية أنت كده خطر فبدأوا لهم يبقوا ضد الموضوع بنسبة كبيرة لحد ما جيت عند السنوي قلت له ما أنا عايز أدخل معهد الموسيقى أنا كنت للأسف جايب مجموعة لي في سنوي يا عم للأسف فقلت له ما عايز أدخل معهد الموسيقى أو حاجة كده فقالوا لأ خسارة مجموعة ده وإنت يعني فضلت تدخل هندسة أو كده وإيه كده كده وإيه كنت علمي كمان آآ آآ كنت علمي ودي عمد الأسر المصرية فيه الشزارة آآ 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 كلمة جميع هندسة خلاص وتقول لي بسم كلام بالزبط آآ بالزبط وهم كان عندهم قناعة تمة إنهما إيه اللي هو يعني سنتين كده وهتنسب موضوعه أصل أنا معارف آآ بالزبط بس فكملتوا في موضوعين هما كانوا متوقعين كانوا مستنين اللحظة اللي أنا أقول لهم فيها خلاص يا جماعة أنا اكتشفت إن المزيكتي كانت حاجة كده عبيرها في حياتي وخلاص يعني بس ولكنه موضعت لها فجد وكان في دماغك من وقتها أنك تشتغل بالتأليف الموسيقي ولا تشتغل بالعزف والله أنا صغير ما كانش عندي يعني إدراك للفرق هقولك لي لأن أنا أول كام حفلة حضرتها في حياتي كان الفناوة عمر خيرت فهو عمر خيرت تحديداً يعني كان بالنسبة لي هو شخص واحد بقامل للأتنين فما كنتش كطفل يعني مميز إن هما حكتنين غير بعض يعني استموزهل مؤلف موسيقي مؤلف مؤلف زي مؤلف بانديو الصحارو يا رب بس فما كنتش مدرك إن فيه فرق يعني وبعدين مع الزمن اكتشفت إن أنا لأ أنا بفضل أكتر ناحية التأليف مش العصف كنت لقوي بعض في بيانو بعدين علاقتي ببيانو فضلت تخف 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 الحد ما بقيت بقى مؤلف فقط ما بعضش علاقة أية أية لحالياً لكن ميلك في المؤلف بتاعك الألة الرئيسية بتاعتك بتبقى رايحة فين؟ بيانو أتيد ولا إيه؟ لا 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 ما عنديش ما عنديش حاجة معينة يعني حسب العمل بيوضيني الفين يعني